حركات تمضي فيها إسرائيل على الأرض باختارات بالاستيلاء على عشرات الدنومات في قلقيليا دعنا أكثر في صورة هذه التطورات خالد نعم بها استكمالا للضغوطات الإسرائيلية السياسية هناك ضغط على الأرض وتغيير للوقائع في كافة المدن سواء في قلقيليا في نابلس وفي سلفيت وكذلك أيضا في مناطق الأغوار لهذا اليوم هو مشهد لجرائم متعددة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها على الأرض اليوم أصدرت قوات الاحتلال أمرا بمصادرة 160 دنوما في أراضي شرق قلقيليا وتحديدا من بلداتي النبيلياس وكذلك أيضا حبلة الأراضي هذه تقع بعض منها أجزاء طبعا خلف الجدار ويمنع المزارعون الفلسطينيون من الوصول إليها إلا فقط بالحصول على التصاريح من الجانب الإسرائيلي لعملية فلاحة الأرض واستثمارها ناهيك طبعا عن مضايقات متعددة فيما يتعلق والمنطقة الأمنية المحاذية للجدار بمعنى أي مزارع يقترب من هذه المنطقة يحاول أن يزرع وأن يقوم بعملية زراعة لأرضه هناك مضايقات تتعلق طبعا بالاعتقال والمصادرة والترهيب والترويع بالنسبة للمزارعين بالإضافة أيضا إلى أن الشطر الغربي للبلدتين تم الاستلاع على مناطق واسعة من أراضيهما وطبعا ذلك ضمن ما يسمى بطرق شبكات استيطانية تربط مستوطنات شمال الضفة الغربية أيضا لهذا اليوم كان هناك اختار لنحو ستة منشآت لعائلة فلسطينية على مساحة ثلاثمائة دنم في بلدة حارس إلى الغرب من سلفيت وهي تتعلق بمتنزح عائلي يعود لعائلة ردوان في البلدة تم اختارهم بهدم الألعاب المراجيح وكذلك أي العاب خاصة نفورة حمام وكذلك غرفة صغيرة بمساحة مترين قام جيش الاحتلال أيضا بمنح هذه الأسرة اختار لوقف البناء وكذلك أيضا للهدم تنتهي المدة القانونية للاعتراض في السادس من يوليو المقبل وبالتالي نتحدث عن مخططات متسارعة وتحديدا هذه المنطقة في قلب وعمق التوسع الاستيطاني بين مستوطنة رفافا وبركان وأرائيل إلى أيضا الجنوب من نابلس في بلدة حوارة جيش الاحتلال يواصل شق الطريق الاستيطاني تم اقتلاع حتى هذه اللحظة نحو 3000 شجرة زيتون ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بالإدارة المدنية 70 مليون دولار أمريكي لشق طريق يربط مستوطنات شمال الضفة يتأتى هذا الموضوع ما بين قلقيليا وسلفيت وصولا إلى حوارة إلى أعمال تجريف في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وتحديدا إلى الغربية من مناطق الأغوار وفي منطقة طوباص في منطقة ما تسمى بفروش بيت دجن باشرة جرفات الاحتلال الإسرائيلي أيضا بعملية تجريف طرق جبلية لتعزيز طبعا ربط الاستيطان بالتالي يتأتى مشروع لون الاستعماري وكذلك أيضا ربط المستوطنات ببعضها البعض في ظل الحديث عن خطة الضم وكذلك أيضا فصل مناطق الضفة الغربية عن بعضها ترجمة نانسي قنقر